الحريم في رمضان حريصين على الطبخ حريصين على أصناف الطعام سواء يرسلونها للجيران أو للمسجد أو لكل مكان يستطيعون أن يصلوا إليه ولكن للأسف ننسى الخدم الذين نتعبهم ونرهقهم في هذا الشهر العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهم يقول إخوانكم خوالكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليلبسهم مما يلبس وأمرنا أن لا نكلفهم إلا بما يطيقون فإن كلفناهم فوق ذلك أعناهم فأعينوهم بارك الله فيكم